و ما حدا بيعرشي مو بس ما حدا بيعرشي ما حدا بالجرة يسأل انا بيبلود صلي غايب عنا تقريبا 40 سنة بين الدراسة في دمشق بعضين على موسكو بعضين على باريس لما ظهر المشروع يقامت مركز النحات حملت كل شيء وارسلته لسوريا وصدف انه قبل بداية الحراك والثورة بثمانة ايام غادرت الاعمال من عندي من المشغل طبعا انا كنت حاسس انه قبل شهرين ثلاثة كنت بسوريا وعمرة معرض وشعرت من كلام الشباب انه في شي بده يتغير ما كان بزهنة انه الوحشية والاجرام يكون لهذا الحد كنت في ثمانية ازار 2012 اعتقلوا اخي وبنفس الوقات صادف انا كنت معه وكمان اعتقلوني معه كان بهديك الايام السلطة تتجنب انا بالاوساط التشكيلية معروف وهذا اللي ساعدني انه افرجوا عني واخي اخدوه طبعا مات تحت التعذيب بعد سبعة الشهر انا غادرت بثمانة اكتوبر اخر مرة واجاني خبر مقتله واجاني خبر مقتله 31 نكتور يعني نهاية الشهر نفسه انا ما بحب كلمة شهيد بيني وينك ما بأمن بيك شوالاته انا بعرف انه في قتل يعني بيود الواحد على الموت وصير هم حياته انه يتجنب هذا الموت ونكاية يبدو بعد سقوطي بروض حزب الله اختار بيت الاهل وبيوت اخوتي اللي هن متجاورين كلن كقاعدة كلن فهلأ كل بيوتنا محتلين ونقرب الحزب الله تحديدا يعني مو الجيش ولا شو مصير الاعمال اللي كنت موزع على بيوت اخواتي و اهلي مع ابعرف شي اللي يعرفته انه المشغل اللي كان في جهة اخرى هداك نهب بشكل تامي بالضبط بيواخر قاب 2012 كان القصف على منطقة المشغل شبه شبه يوميا يعني ولذلك انا لما رجعت ب ب 2 ايلول 2012 رجعت لانه صار في قصف مباشر فاستطاعت اوصل ليابرو اللي كانت محاصرة بمساعدة بعض الاهالين وحاولت انقذ شيء من عمالي يعني فصرت اوزعهم لحالي لانه مع الاسف ما حدا يتجرق يطلع يساعدني انا شوي قدرت توقيت القصف لاحظت انه بين ساعة 6 و 8 صباحا ما كان ما كان يقصفه فصرت اعمل رحلة ساعة 6 بعدين واحدة تانية الظهر كان يتوقف شوية القصف واحيانا اعمل مشوار بالليل يعني فاقدره معه عليه في جوز اقال من 10% الشيء اللي حقت ادفنا هذا اذا ما اكتشفوا مكان الدفن ممكن يوما ما حدا يكشف عنه ننشوف انا بقدر مجموع الاربعين السنة هاي مواقل من 900 عمل بين نحته ورسم ودراسات لمعنى لي هذا هو طبعا اخسارة اخي كانت هي الاقصى بس كمان يحسفونه الواحد من عمره 40 سنة صعب صعب كثير اذا حافظ عليهم بشكروا اذا ما حافظ عليهم بسألوا عجبوك بسألوا لا 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 لا